ويبدو أن الطرف الثالثة أوصل الرسالة بمضمون محدد وهو العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الدستورية في البلاد من دون المغامرة بعدم ضبط ردود أفعال الميدان في تظاهراته حيث أي تماث بين المتظاهرين قد يتسبب بكارثة مجتمعية ما أعطى زعيم التيار صدري مقتدى الصدر هامش مناورة جديد تسبب في تأجيل تظاهرة السبت المقبل ويرى محللون بأن ضبط الإقاع الأقليمي والدولي من الأزمة الحالية في عراق تسبب في حرق جميع أوراق التصعيد المتقابلة بينما وفر مسويقات دخل المجتمع الدولي في أي وقت تحت مبررات عدم المساس بالسياقات الدستورية والتزام الجميع بالشراكة السياسية ما سيقود إلى طاولة حوار موسع قد يقاطعها الصدر شخصيا لكنه لن يقف ضد تطبيق قراراتها ويقرأ المحللون في الأجنيدة السياسية الحالية ثلاثة متغيرات تتمثل الأولى بخيار التهدئة وربما فض اعتصامات المتقى الخضراء والذهاب إلى حكومة جديدة من بدايات التغيير فيها استقالة وزير المارية علي علاوي والتي قد تعرقل بعض الإصلاحات التي تبنها قانون الأمن الغذائي لكنها قد تفتح قنوات حوار جديدة مع الأمم المتحدة والعواصم الإقليمية خلال الأيام المقبلة من أولى محطاتها الرياض وطهران لتكون التهدئة بديلا عن الصراع